حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال عمرو بن يحيى حدثني عن يحيى بن عمارة عن جده أبي حسن قال دخلت الأسواق وقال فأثرت وقال القواريري مرة فأخذت دبستين قال وأمهما ترشش عليه ما وأنا أريد أن أخذهما قال فدخل علي أبو حسن فنازع متيخة قال فضربني بها فقالت لي أمرأة منا يقال لها مريم لقد تعست من عضده ومن تكسير المتيخة فقال لي ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة